من أجل دعم سيادة والدفاع أوكرانيا عن نفسها أن وزير الدفاع الأوكراني سينضم إلينا غدا فيما يتعلق باجتماع مجموعة الاتصال برئاسة أهل الولايات المتحدة الأمريكية ومعا سنقوم بالنظر في الاحتياجات الطارئة لأوكرانيا وأنا أعرب عن ارتياحي فيما يتعلق بالاقتراحات التي تمت من قبل الحلفاء فيما يتعلق بالدفاع الجوي وأنا أنتظر مقترحات أخرى رسالتنا هي واضحة إن الحلفة سيبقى متضامنا مع أوكرانيا حتى النهاية إن الرئيس بوتين هو الذي بدأ الحرب وعليه هو أن يضع حدا لها من خلال سحب قواته من أوكرانيا والرئيس لوكاشينكو هو عليه أن يضع حدا لتواطئه مع روسيا في هذا النزاع غير المشروع والرئيس لوكاشينكو عليه أن يتوقف عن طوريط بيلاروسيا في هذا النزاع غير الشرعي يوم الخميس سوف أترأس اجتماعا عاديا للجنة التخطيط النووي والردع كان دائما للحفاظ على السلام ومنع الإكراه وردع العدوان في الأسبوع القادم الناتو سيعقد تمرينات الردع المنتظرة وهذا تدريب روتيني يحدث في كل عام وذلك للحفاظ على سلامة ردعنا وإبقائه فعالا وآمنا الرئيس بوتين تهديداته النووية خطيرة وغير مسؤولة وروسيا تعرف أن حربا نووية لا يمكن أن يفوز بها أحد ولا يجب أن يخوضها أحد نحن نراقب عن كثب قوات روسيا النووية ونحن لا نرى أي تغير في وضع القوات النووية الروسية ولكننا نبقى يقضين في قمة مدريد في شهر يونيو قررنا أن نستجيب للحقائق الأمنية الجديدة وقمنا بمضاعفة وحدات الناتو في الشرق ورفعناها إلى مستوى اللواء في هذا الاجتماع الوزاري سنتخذ قرارات لزيادة ذخائرنا ومعداتنا وتسريع توصيل قدراتنا واستخدام عملية التخطيط الدفاعية في الناتو لإعطاء المصانع العسكرية الطلبات الخاصة بالإنتاج أيضا سنعمل على حماية البنى التحتية الأساسية والنيتو كان يعمل على هذا منذ سنوات وذلك في أعقاب التخريب الذي لحق بخط أنبيب نورستريم علينا أن نبقى حذرين ويقذين وضعفنا تواجدنا في بحر البلطيق لأكثر من ثلاثين سفينة مدعومة بطائرات الاستطلاع البحرية وقدرات أخرى وهذه الجهود تنسقها القيادة البحرية لناتو حلفاؤنا يزيدون الأمن حول المنشآت الأساسية ويصاعدون عملية جمع ومشاطرة المعلومات الاستخباراتية سنقوم بإجراءات لحماية البنى التحتية وأي هجوم متعمد على المنشآت الحيوية للحلفاء سيواجهه رد موحد وحازم الجلسة النهائية ستركز على جعل هذه المهام عملية من كوسفوكو إلى العراق وسينضم إلينا السيد بوريل الممثل الأعلى لأن الناتو والاتحاد الأوروبي وجهاني نفس التحديات الأمنية هناك شتاء صعب أمامنا وبالتالي من المهم بالنسبة لأمريكا الشمالية وأوروبا أن تبقى موحدة في دعمها لأوكرانيا ودفاعا عن شعوبنا وبهذا أنا مستعد للإجابة على أسئلتكم نبدأ مع دويتشي فيلي والسؤال لمراسل الشبكة سيد الأمين العام قلت بأنك ستتخذ القرارات في هذا الاجتماع لرفع سقف التخزين والترسانة لمساعدة أوكرانيا إن نظم الدفاع الجوي الذي ترسله ألمانيا كانت ستطلبه لنفسها وكذلك ما تقدمه أسطونيا من شحنات جافلين لأوكرانيا هل توفرون لأوكرانيا وكل ما تحتاجه ولا تفكرون كثيرا بالمخزون المتبقي للحلفاء حلفاء الناتو قدموا دعما غير مسبوك لأوكرانيا وقدرات أسلحة وذخائر وهذا بالطبع شيء نرحب به ونشجعه من جانب الناتو وذلك منذ بدء الحرب وفي الواقع فعلنا هذا قبل الغزو حلفاء الناتو دعموا أوكرانيا منذ العشرين أربعة عشر بما في ذلك تدريب عشرات الآلاف من الجنود والضباط الأوكرانيين الذين يلعبون الآن دورا أساسيا في الدفاع عن أوكرانيا وبالطبع جزء كبير من دعم الناتو ودول الناتو قدمت أنظمة جافلين وذخائر لأوكرانيا وهذه أخذت من المستودعات الموجودة وبالتالي هذا قلص الموجود في هذه المستودعات ولكن هذا شيء ضروري ومهم بالنسبة لنا جميعا أن تفوز أوكرانيا في الحرب ضد القوات الروسية الغازية وذلك لأنه لو فاز بوتين فهذا لن يكون فقط هزيمة كبيرة للأوكرانيين وإنما هزيمة كبيرة لنا جميعا لأن هذا سيجعل العالم أكثر خطورة ويكشفنا أكثر أمام العدوان الروسي لهذا السبب الأسلحة والذخائر في المستودعات الخاصة بالناتو تذهب إلى أوكرانيا مهم أيضا أن نتمكن من تعويض هذه الأسلحة والذخائر لهذا نحن نناقش كيف يمكن أن نسارع من إنتاجنا لإنتاج المزيد لتعويض ما فقدناه وأيضا لدعم أوكرانيا وأتوقع من الوزراء أن يتخذوا قرارا في الاجتماع الوزاري غدا وبعد الغد بشأن كيف نستعمل عملية التخطيط الدفاعية في الناتو للموافقة على أهداف طموحة مثلا القدرات المختلفة بما في ذلك إمكانية زيادة هذا المخزون وتوفير طلبات على المدى الأطول للمصانع العسكرية لزيادة الإنتاج واستغلال القدرات الإنتاجية الحالية بشكل أفضل وأيضا الإقدام على استثمارات جديدة أتوقع منهم أيضا أن يتفقوا على كيفية تقوية عمل الدول الحليفة سويا وأيضا تعويض ما ينقص من هذه المستودعات وأيضا القدرة على التعامل المشترك وعملية التخطيط الدفاعية في الناتو هي في رأيي أفضل أداء للتأكد من أن الحلفاء هناك تنسيق بينهم وأيضا يقدمون الرسالة لزيادة الإنتاج للمصانع السؤال الآن للأسوشياتيد بريس مون كوك من الأسوشياتيد بريس سؤالي عن البنية التحتية لقد كان هناك قطع لشبكات دوتشيبان في ألمانيا وكذلك جزء من الأنبيب نوردستريم المتاجهة نحو ألمانيا متى تصبح هذه الحوادث والاعتداء فيها على الأنبيب يمكن تصنيفها لأنها عمل حرب في السنوات الأخيرة الناتو طبق أكبر تحول في الدفاع المشترك منذ بداية الحرب ونأخذ بعين الاعتبار التهديدات بما فيها السيبرانية وكما قلنا قبل سنوات هذه التهديدات يمكن أن تفعل البند الخامس وأن يشكل هذا هجوما على حلفاء الناتو قمنا بتصعيد عملنا في مجال حماية البنى التحتية الأساسية ونقوم بالمزيد من التمرينات على التهديدات السيبرانية ونمارس أفضل الممارسات ونحتاج إلى خطوط عامة بشأن حماية البنى التحتية كل هذا يشمل حماية المنشآت في قاع البحر وزيادة إنتاج الطاقة والبنى التحتية الخاصة بالنقل لا أستطيع أن نعلق على هذه الأحداث لأننا ننتظر نتيجة التحقيقات قبل أن نصدر أي حكم نهائي بشكل عام أستطيع القول أننا نراقب عن كثب كل حادثة تشكل هجوما على حلفاء الناتو ونحن مستعدون لاتخاذ التدابير الضرورية عند الحاجة ولكن أي نوع من المهام هذا يعتمد على الهجوم ولن نعطي خصومنا رفاهية معرفة ما هي الإجراءات التي ستطبق تحت البند الخامس الحلفاء يأخذون بعين الاعتبار الإطار الدقيق للموقف الذي نواجهه لو كان هناك أي هجوم سيبراني على الحلفاء وكالة إنترفاكس أوكرانيا شكراً أنا سيد الأبين العام حسب ورد عن أمريكيين والأوكرانيين إن ضربات في الأمس ضد أوكرانيا كانت مخططة لها من قبل ولا لها علاقة بجسر كيش كما يزعم البعض وأيضاً يؤكد المعنيون بأنه لا علاقة للأوكرانيين بالحادث ضد جسر كيش هل تشتركون في هذا التقييم في الحلف الأطلسي وعند هذا الحد في هذه الحرب ما الذي قد يتغير في ساحة الميدان وكذلك تعقيباً على سؤال تاري لقد ذكرت بأن الوزراء سيبحثون مسألة تعويض المخزون في الغد فالحرب منذ سبع أشهر قائمة لماذا لم تفعل ذلك من قبل؟ أولاً بدأنا الحوار مع الصناعة هذه والحلفاء بشأن كيفية زيادة الإنتاج وتعويض ما أخذ من المستودعات كان هناك اجتماع على مستوى الناتو وهذا عمل مستمر ولكن عندما يجتمع الوزراء غداً فهذه فرصة ممتازة للتعرف على ما حققناه وما استطعنا عمله من ناحية زيادة الإنتاج وأيضاً اتخاذ قرارات جديدة بشأن كيفية التأكد من أننا لا نستعمل الموجود الحالي وإنما نقوم بزيادة الإنتاج أيضاً إنتاج الذخائر والأسلحة للتأكد من الردع لكن بالطبع الموجود الحالي وإنما كيفية التأكد من الموجود الحالي في الأسلحة هذا العمل مع العمل ترجمة نانسي قنقر